بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين وهج الفرجهم والعناداءهم أجمعين نكمل في سلسلة محاضرات بعنوان الصحابة بل الأصابة قتلوا نبيهم وانقلبوا على خليفتهم الحلقة السابعة نكمل ما بدأناه عن أبا بكر وعمر واختصابهم الخلافة يقول قال فلما كان الليل حمل أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله تعالى عليها وآله على حمار ثم دعاهم إلى نصرته على المهاجرين والأنصار في المدينة فما استجاب له رجل غيرنا الأربعة يعني هذا كلام منه كلام سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه فإنا حلقنا رؤوسنا وبذلنا له نفوسنا ونصرتنا وكان أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله لما رأى خذلان الناس له وتركهم نصرته واجتماع كلمة الناس مع أبي بكر وطاعتهم له وتعظيمهم له جلس في بيته جلس الإمام في بيته شاف خذلان الناس ومحد نصره غير ذول الأربعة أنفار أو أشخاص فقال عمر لأبي بكر ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع فإنه لم يبقى أحد إلا وقد بايع غيره وغير هؤلاء الأربعة معهم وكان أبو بكر أرأف الرجلين يعني أرق الرجلين يعني بينه وبين هذا عمر وأرفقهما وأدهاهما وأبعدهما غورا والآخر أفضهما وأغلظهما وأخشنهما وأجفاهما يعني عن عمر الكلام فقال أبو بكر من نرسل فقال عمر لعنهم الله من الأثنين فقال عمر ارسل إليه قنفذا لعنة الله عليه وكان عبدا فضا غليظا يعني غليظ القلب قاسي يعني وهو من عشيرة عمر يصير ابن عم نفس الزبالة جافيا من الطلقاء كان من الطلقاء هذا قنفذ يعني هذا بعد فتح مكة إلا أسلام استسلام مو إسلام كلاوات أحد بنيتين فأرسله فأرسله وأرسل معه أعوانا فانطلق فاستأذن فأبع علي صلى الله عليه أن يأذن له في المصدر فاستأذن على أمير المؤمنين صلى الله عليه تعالى عليه فأبى أن يأذن لهم فرجع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر وهما في المسجد والناس حولهما فقالوا لم يأذن لنا فقال عمر هو إن إذن إذن لكم إن أذن لكم وإلا فادخلوا عليه بغير إذن يعني شوفوا الطاعة أهنانا الله سبحانه وتعالى يقول إذا تريد دخلون على أبواء بيوت المؤمنين فاستأذن شاوين الإستئذان يقول لا إذا ما إذن لكم ادخلوا بغير إذن قال فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة صلى الله عليه تعالى عليها أحرج عليكم الحرج في الأصل الضيق ويقع على الإثم والحرام حرجت الصلاة على المرأة حرجا يعني حرمت وهو من الضيق لأن الشيء إذا حرم فقد ضاق لسان العرب الجزء الثاني مهتين وثلاثة وثلاثة نعم أحرج عليكم أن تدخلوا بيتي بغير إذن فرجعوا وثبت قنفذ لعنه الله والرواية تقول أنه من بنيتين بنيتين يعني عشيرة هذا أبو بكر مو عشيرة عمر فرجعوا وثبت قنفذ فقالوا إن فاطمة صلى الله عليه تعالى عليها وآله قالت كذا وكذا فحرجتنا أن ندخل عليها البيت بغير إذن منها فغضب عمر هذا الملعون لعنة الله تعالى عليه وقال ما لنا وللنساء وإحنا شنونا علاقة ببحث النسوان ثم أمر أناسا حوله فحملوا حطبا وحمله معهم عمر هذا عمر حمل حطب وياهم وجعلوه حول منزله وفيه ياهم والبالمنزل عليا وفاطمة وابناهما صلى الله عليهما جميعا ثم نادى عمر بأعلى صوت حتى أسمع أمير المؤمنين صلى الله عليه والله لتخرجن ولتبايعن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله أو نانا أو لأضرمن أضرمن ضرمت النار وتضرمت والضرمت أي اشتعلت والتهبت في لسان العرب جزء 12 354 الصفحة أو لأضرمن عليك بيتك نارا ثم رجع فقعد عند أبي بكر أو رجع إلى أبي بكر وهو يخاف أن يخرج عليه أمير المؤمنين صلى الله عليه تعالى عليه بسيفه لما قد عرف من بأسه وشدته ثم قال لقنفذ إن خرج وإلا فاقتحم اقتحموا عليه الدار يعني هجموا عليه عليه الدار فإن امتنع فضرم عليهم بيتهم بالنار هذا أمر عمر هذا أمر لأمر قنفذ قال فانطلق قنفذ فاقتحم الدار هو وأصحابه بغير إذن فبادر أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله إلى سيفه ليأخذه فسبقوه إليه فتناول بعض سيوفهم فكثروا عليه فقبضوه وألقوا في عنقه حبلا أسودا وحالة فاطمة عليه السلام هنانا الرواية هاي توجد عدة روايات رواية هذي رواية بأن السيدة تكلمت من خلف الباب ورجعه بعد ينجى عمر بعد يندفع الباب روايات كثيرة بهذا الموضوع إحنا أبسط الروايات هو هجوم على دار الزهراء أبسط الروايات هم قتلوا الزهراء أبسط الروايات ضربوا الزهراء أبسط الروايات صلى الله تعالى عليها وآله فقبضوه وألقوا في عنقه حبلا أسودا وحالة السيدة صلى الله تعالى عليها بين زوجها وبينهم عند باب البيت يعني هنا أنا تكفي أمير المؤمنين مو ما قادر لكن يريد يراوي مظلوميته إلى الناس وينكم أنتم يا المسلمين يقول فضربها قنفذا بالصوت لعنة الله تعالى عليه على عضها فبقي أثره في عضها من ذلك مثل الدملوج أو الدملج أو الدملج هذا والدملج بضم الدال واللام وإسكان الميم شيء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضها مجمع البحرين من ضرب قنفذ إياها فأرسل أبو بكر إلى قنفذ اضربها هذا أبو بكر قال له اضربها فالجأها إلى عضادة العضادة جانب العتبة من الباب إلى عضادة بيتها فدفعها فكسر ظل عن من جنبها وألقت جنينا من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت من ذلك شهيدة يعني مقتولة مقصوبة حقها ممنوعة إرثها مظلومة هي وبعلها ونسلها صلوات الله تعالى عليهم أجمعين ولعن الله ظالمها صلوات الله تعالى عليهم ثم انطلقوا بعليا صلوات الله تعالى عليه ملببا يعني هنا لببت الرجل تلبيبا أي جي مع الثيابة عند صدر ونحرف القصومة ثم جرته جروا منزقيا بعطل العطل جره جرا عنيفا وجذبه في لسان العرب حتى انتهوا به إلى أبي بكر وعمر قائم بالسيف على رأسه ومعه خالد بن الوليد المخزومي لعنه الله هذا السافل وأبو عبيدة بن الجراح لعنه الله وسالم والمغيرة بن شعبة وأسيد بن حسين وبشير بن سعد وسائر الناس قعودا حول أبي بكر ومعهم السلاح متججين بالسلاح ودخل أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله مكبلا وهو يقول أما والله لو وقع سيفي بيدي لعلمتم إنكم لن تصلوا إلى هذا مني وبالله لا ألوم نفسي في جهد ولو كنت في أربعين رجلا لفرقت جماعتكم فلعن الله قوما بايعوني ثم خذلوني إحنانا أمير المؤمنين يلعنهم لأن بايعوا وين بغديرهم ثم خذلوه فذول ملعونين هاي الأسماء ذكرناها أبو بكر عمر خالد بن الوليد لعنة الله تعالى عليه أبو عبيد بن الجراح سالم والمغيرة بن شعبة وأسيد بن حسين وبشير بن سعد وسائر الناس الموجودين وياهم قال فانتهره عمر فقال له بايع فقال وإن لم أفعل قال إذن نقتلك ذلا وصغارا هذا الكلام كله نلقاه في كتاب الاحتجاج للطبرسي صفحة ميتين وتسعة فما فوق قل لي بعد قال نقتلك ذلا وصغارا قال إذن تقتلون عبد الله وآخر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أبو بكر أما عبد الله فنعم قل أنت ما تقول عبد الله أوكي ماشي وأما أخه رسوله فلا نقرر لك بذلك أنت موخ عود أنت بن عم وزوج بيت قال صلى الله عليه أمير المؤمنين أتجحدون إن رسول الله صلى الله عليه وآله آخا بين بين نفسه وبين فأعاد عليه ذلك ثلاث مرات ثم أقبل عليهم أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله فقال يا معاشر المهاجرين والأنصار أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم غدير خم كذا وكذا وفي غزاة تتبوك كذا وكذا فلم يدع شيئا قاله فيه صلى الله تعالى عليه وآله علانية للعامة إلا ذكره فقالوا اللهم نعم نشهد إحنا كل هذا سامحنا فلما خاف أبو بكر أن ينصروه ويمنعوه بادرهم فقال كل ما قلته قد سمعناه بآذاننا ووعته قلوبنا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول بعد هذا أننا أهل بيت اصطفان الله وأكرمنا واختار لنا الآخرة على الدنيا طبعا هذا حديث مكذوب من أبو بكر ما قال النبي هي شيء بهالعبارات هاي اللي هو يريد يفهم بها الناس وأن الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة هذا الكذاب شون يسمونه صديق ما أدري السافل هذا فقال صلوات الله تعالى عليه وآله أمير المؤمنين أما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله شهد هذا معك زين هذا منه شهد وياك هذا الكلام فقال عمر صدق خليفة رسول الله هاي زرزور كفى العصفور المثل هذا قد سمعنا هذا منه كما قال وقال أبو عبيد وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل صداق قد سمعنا ذلك من رسول الله هاي الكذابين شهدوا كذب على الله ورسوله هاي الصحابة فقال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله لقد وفيتم وفيتم بصحيفتكم الملعونة التي قد تعاقدتم عليها في الكعبة إن قتل الله محمدا أو أماته أنتزوا هذا الأمر عنا يعني توخرون عنه فقال أبو بكر وما علمك بذلك اطلعناك عليها قال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله يا زبير ويا سلمان وأنت يا مقداد أذكركم بالله وبالإسلام أسامعتم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك لي إن فلانا وفلانا حتى عد هؤلاء الخمسة قد كتبوا بينهم كتابا وتعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعوا قالوا اللهم نعم لقد سمعناه أو قد سمعناه يقول ذلك لك فقلت له بأبي أنت وأمي يا نبي الله فما تأمرني أن أفعل إن كان ذلك فقال فقال لك إن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم ونابذهم وإن لم تجد أعوانا فبايعهم واصبر ما قال لبايع قال فاصبر هذه الكلمة زيادة وحقن دمك فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله أما والله لو إن أولئك الأربعين رجلين بايعوني وفولي لجاهدتكم في الله حق جهادي أما والله لا ينالها أحد من عقبكم إلى يوم القيامة ثم نادى قبل أن يأخذوا البيعة منه كرها وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمت فلا تشمت بي الأعداء تجي على قبر النبي صلى الله عليه وآله ثم مد أبو بكر يده وأمير المؤمنين يقبض يده ثم وضعوها فوق يد أبي بكر بالقوة ويقال في رواية ثانية بأن أبا بكر مسح هو على يد أمير المؤمنين وقالوا بايع بايع وصيح في المسجد بايع بايع أبو الحسن هم قالوا هيج زيان هذا الكلام اللي خذوا بايع من شخص بالقوة بالقوة هس أمير المؤمنين هو مو ضعيف على مد ذول يأخذونها بالقوة لكن وصية النبي صلى الله عليه وآله قال له أربعين العدة مالتك أربعين أربعين رجل زيان هذا ولل أربعين شلون أمير المؤمنين يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله مستحيل حاشق أمير المؤمنين مستحيل لكن البيعة اللي تنوخذ بالقوة لا تعتبر بيعة هذا غصب لخلافة أمير المؤمنين أسألنا مثلا سؤال موجه كان للخوئي في مسألة متفرقة في بعض الاعتقادات والأحكام السؤال يقول هل الروايات التي يذكرها في طباء المنبر وبعض وبعض الكتاب عن كسر عمر لظل السيدة فاطمة صلى الله عليه وآله صحيحة برأيكم الغوئي ذلك الخبر مشهور معروف والله العالم يقول يعني هذا مشهور ومعلوم ما ندري يعني الناس المشهور عده زين احنانا من يقول مشهور ومعلوم ليش ما قال اي او لا ليش ما قال نعم هذا الشيء موجود او قال لا هذا الشيء مو صحيح ما نعرف ليش لأن دول يشترون خواطر خواطر يريدون خواطر فلان فلان فهنان يقول ثم قيل للزبير بايح سؤال اذا يجي نكمل هس الباقي من الرواية سؤال يجي في ذهن الانسان يقول لماذا امير المؤمنين صلى الله عليه تعالى عليه وآله والعياذ بالله طبعا السؤال لهم السفل لم يدافع عن سيدة زهراء عليه السلام من اقتحمه الداخل جوابنا حاصروا 40 يوم هم هجموا علي وزوجته بالبيت زوجته نائلة حين نشب الثورة المسلمين عليه وانتم ترون ان عثمان لم يحرك ساكنا ولم يدافع عن نفسه وأهله ولم يتصدى للذين اقتحموا عليه داره وانتهكوا حرمه أو حرمة نسائه وعياله بدعوى ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوصاه بالصبر انتم تقولون أوصاه بالصبر فما باله باءكم تجر وباءنا لا تجر ليش يعني روى ابن الاثير في احداث الهجوم على دار عثمان فلما رأوا ذلك ثاروا على الباب فلم يمنعهم احدا منهم والباب مغلق عند قصر وكان بالمدينة لا يقدرون على الدخول منه فجاءوا بنار فاحرقوه والسقيفة التي على الباب وثار اهل الدار وعثمان يصلي قد افتتح طاها فما شغله ما سمع ما يخطئ وما يتت يتعتعت حتى اتى عليها فلما فرغ جلس الى المصحف يقرأ فيه ابوه الناس هجموا على بيتكشن تقرأ بالمصحف وقرأ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقال حسبنا الله ونعم الوأي سورح متدين مثل صدام لعنة الله عليه من لزمو مثل الجريدي فقال لمن عنده بالدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قد عهد الي عهدا فان صابرا عليه وان لم يحرق الباب الا وهم يطلبون ما هو اعظم منه فحرج على رجل ان يستقتل او يقاتل لحد يقاتل النبي قال لي اصبر زينهنان صدقون بس امير المؤمنين من يقول اصبر قال لي النبي قال عامو المصدر كتاب الكامل في التاريخ لابن الاثير الجزء الثاني صفحة 17 وروى ابن خلدون ثم دخل عليه السفهاء هم يقولون سفهاء فضربه احدهم واكبت عليه ناء الامرأته تتقذ ضرب يديها فنفحها احدهم بالسيف في اصابعها ثم قتلوه وسال دمه على المصحف اي هو يقول ابن خلدون المصدر كتاب تاريخ ابن خلدون جزء الثاني صفحة 150 وروى ابن كثير ايضا ان الغافقي بن حرم تقدم اليه بعد محمد ابن ابي بكر هذا محمد ابن ابي بكر ابن الخليفة الاول هو ايه الناس اللي هجمت تقدم محمد ابن ابي بكر هاي كتب السنة هاي كتب ابن العام السفلة محمد ابن ابي بكر وضربه بحديدة في فيه على حلقة ورفس المصحف الذي بين يديه برجلي فاستدار المصحف ثم استقر بين يديه عثمان رضي الله عنه لعنة الله عليه وسالت عليه الدماء على المصحف حتى المصحف ابن الخليفة ثم تقدم سودان بن حمران بالسيف فما نعته نائلة فقطع اصابعها فولت فضرب عجيزتها بيده يعني ضربها عليه خلفية بيده وينك جات ما تدافع عن مرتك وقال انها لكبيرة العجيزة وضرب عثمان فقتله المصدر كتاب البداية والنهاية ليه بين كثير الجزء السابع صفحة ميتين وعشر وروى الطبري يقول وجاء سودان بن حمران ليضربه فانكبت عليه نائلة ابنة الفرافصة واتقت السيف بيدها فتعمدها ونفح اصابعها فاطن اصابع يدها وولت فغمز وركها ضربها على وركه وقال انها لكبيرة العجيزة وضرب عثمان فقتله المصدر كتاب تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة ستمية وستة وسبعين فها انت ترى ان عثمان قد ترك الرجال يحرقون باب داره ويقتحمونه وينتهكون حرمة امرأته حتى قطعوا اصابعها بل وقام احدهم بتحسس مؤخرتها وغمزها قائلا انها لكبيرة العجيزة وعثمان كأن على رأسه الطير لا ينتفض مدافعا عن نفسه وعرضه وحجته في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد عهد الي عهدا فانا صابرا عليه ولا يقال ان الهجوم جرى بغته فلم يكن عثمان عالما بالامر ولو عالم لتصدى للمهاجمين ومنع نفسه هذا خاف يقولون ونساء ونساء وعيالهم منهم اذ يقال بلى انه كان عالما فقد طال حصاره اربعين يوما على ما ذكره المؤرخون وقد رآهم يحرقون باب داره وهم يهمون بالدخول وعلم انهم يطلبون قتله بعد ذلك ومع هذا لم يتصدى لهم ولم يقاتلهم بل حرج على من يناصره ان يفعل ذلك دفاعا عنه قائلا لم يحرقوا الباب الا وهم يطلبون ما هو اعظم منه فحرج على رجل ان يستقتل او يقاتل ولا يقال ان هاتك حرمت امرأته جرى بعد مقتله ولو كان جرى امام عينه لنهض وقاتل وما سكه اذ يقال هذا خلاف الروايات على التي نطقت بان قتله كان بعد ان حاولت ناء الى زوجته الدفاع عنه ولذا قطعت اصابعها فقد كان اذن ينظر لها يجري على امرأته وراء بيوم عينه كيف غمزت عجيزتها غاية ما هناك انه قد جرح قبل ذلك ولا اقول من انه كان عالما بان دخول الرجال عليه بيته يلازم بالضرورة انتهاك حرمة نسائه فلماذا تركهم يدخلون ولم يحملوا السيف دفاعا عن نفسه وعرضه فجوابكم على هذا نجيب به من باب الالزام على سؤالكم عن علة ما تزعمون ولا حقيقة له من قعود امير المؤمنين صلى الله تعالى عليه وآله عن التصدي لعمر واوباشه اثناء هجومهم على داره هذا مع ها هنا فروقا بين الحادثتين منها ان الهجوم على دار علي صلى الله تعالى عليه وآله جرى بغته اما الهجوم على دار عثمان ونائلة فقد جرى بعد حصار طويل ومقدمات طويلة كان عثمان اثناءها قابعا مرتعبا في بيته ينتظر المدد من معاوية والفرق الاخر هو الجواب الحلي ففي حادثة الهجوم على الدار النبوية هب أمير المؤمنين صلى الله تعالى عليه وآله كليث من داخل بيته بمجرد أن سمع استغاثة الزهراء صلى الله عليه تعالى عليها وآله عند الباب فأخذ بتلابيب عمر وطرحاه أرضا ووج أنفه ورقبته يعني داسة حذاء داسة بن عالي اللافسة وجلس على صدره وهم بقتله وذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له يا ابن صهاك والذي أكرم محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة لو لا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله لعلمت أنك لا تدخل بيتي المصدر كتاب سليم بن قيس الهلالي صفحة 387 حسب الطبع فمن ذا إذن يقول بأن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله لم يدافع عن زوجته بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله فالأمير صلى الله عليه تعالى عليه وآله هب لنجدة زوجته وحامى عنها بمجرد أن سمع استغاثتها بل وهم بقتل عمر وذكر له الوصية لا كما يتوهم هؤلاء الجهل من أنه كان ساكتا ينظر والعياذ بالله أما ما وقع قبل ذلك من أحداث فإنما جرت فلت وبالشكل متسارع بعدما تطور الموقف فجاء فجأة واقتحام أو اقتحم الأوغاد الدار أما أنه لماذا لم يقتص أمير المؤمنين صلى الله عليه تعالى عليه وآله من أبي بكر وعمر عليهم لعائن الله فجوابه أنه أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله حاول ذلك غير أن القوم كانت لهم عصابة وهو واحد فينبغي أن يعد لهم عد من الرجال وبالفعل فقد تحرك أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله في هذا الاتجاه ودع الناس إلى مبايعته على جهاد القوم لكن العدة التي بها يمكن تحقيق الانتصار عليهم لم تكتمل وهي عدة الأربعين رجلا فقد علم أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله من أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله إنه بغير تحقق هذا العدد من الرجال لا يتحقق النصر ما يصير هذا أمر من الله يعني هسا عدنا أحنا صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف العدة ما بتشجد ثلثمية وكارتعاش صلى ألف واربعمائة السنة ما مكتمل هاي العدة يمتى ما اكتمل لا تخرج روى سليم بن قيس في حديث إن الأشعث بن قيس لعنه الله قال لأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله ما منعك يا ابن أبي طالب حين بوئ أخوتين يعني بن مرة يعني أبو بكر وأخو بني عدي بن كعب وأخو بني أمية على عثمان وعمر بعدهما أن تقاتل وتضرب بسيفك وأنت لم تخطبنا خطبة مذ كنت قدمت العراق هذا الأشعث لعنة الله عليه هذا ما أخذ اختبوا بكر اختبوا بكر إلا وقد قلتها فيها قبل أن تنزل عن منبرك والله إني لأولى الناس بالناس وما زلت مظلوما منذ قبضة قبض الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله فما منعك أن تضرب بسيفك دون مظلمتك هذا عد جاي عير أمير المؤمنين لعنة الله تعالى عليه فقال له أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله يا ابن قيس تكلتك أمك قلت فاسمع الجواب لم يمنعني من ذلك الجبن ولا كراهية اللقاء بربي وأن لا أكون أعلم ما عند الله خير لي من الدنيا والبقاء فيها ولكن منعني من ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وعهده إلي أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله بما الأم صانع بي بعده فلم أكو بما صنع حين عاينته بأعلم مني ولا أشد يقينا مني بل قبل ذلك بل أنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله أشد يقينا مني بما عاينت وشهد فقلت يا رسول الله فما تعهد إلي إذ كان ذلك قال صلى الله عليه وآله إن وجدت عوانا فانبذ إليهم وجاهدهم وإن لم تجد عوانا فاتفف يدك واحقن دمك حتى تجد على إقامة الدين وكتاب الله وسنة أعوانا المصدر كتاب سليم بن قيس صفحة 214 عسب الصفحة وروا أيضا عن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه فلما كان الليل حمل علي فاطمة صلى الله عليه وأخذ بيده ابنيه الحسن والحسين صلى الله تعالى عليهما ماكو ذكر للسيدة زينب صلى الله تعالى عليهما فلم يدع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أتى في منزله ماكو ولا واحد خاف واحد يقول ما أدري فناشدهم الله حقا ودعاهم إلى نصرته فما استجاب منهم رجل غيرنا الأربحة سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير فإنا حلقنا رؤوسنا وبذلنا له نصرتنا وكان الزبير أشدنا بصيرا في نصرته المصدر كتاب سليم بن قيس صفحة 146 وروا أيضا إن أمير المؤمن صلى الله عليه وآله قال لأبي بكر وعمر عليهم اللعنة أما والله لو إن أولئك الأربحين رجلا الذين بايعوني وفولي لجهدتكم في الله المصدر كتاب سليم بن قيس صفحة 275 ومن مصادر أهل الخلاف قال ابن أبي الحديد وقد روي كثيرا من المحدثين إنه عقيب يوم السقيفة يعني بعد تألم وتظلم واستنجد واستسرك حيث ساموه الحضورة والبيعة وإنه قال وهو يشير إلى القبر يبن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني وإنه قال واجعفراه ولا جعفر لي اليوم وحمزتاه ولا حمزة لي اليوم المصدر كتاب شرح النهج لابن أبي الحديد جزء 11 صفحة 111 وقريب منه رواه بن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة جزء الأول صفحة 31 وروا أيضا إنه أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله لما استنجد بالمسلمين رقيب يوم السقيفة وما جرى فيه وكان يحمل فاطمة عليه السلام ليلا على حمار صلى الله عليه وآله وابناها بين يدي الحمار وهو عليه وهو يسوقه صلى الله عليه وآله فيطرق بيوت الأنصار وغيرهم ويسألهم النصر والمعونة أجابه أربعون رجلا فبايعهم على الموت وأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقي رؤوسهم ومعهم سلاحهم فأصبح لم يوافيه صلى الله عليه وآله منهم إلا أربعة الزبير والمقداد وأبو ذر وسلمان ثم أتاهم من الليل فناشدهم فقالوا نصبحك غدوة هاي ثاني مرة فما جاءوا منهم إلا أربعة نفسهم وكذلك في الليلة الثالثة وكان الزبير أشدهم له نصرة وأنفذهم في طاعته بصيرة حلق رأسه وجاءه مرارا وفي عنقه سيفه وكذلك الثلاث الباقون إلا أن الزبير هو كان الرأس فيهم المصدر كتاب شرح النهج لابن أبي الحديد ومن مجموع الروايات استفاد أن الإمام صلى الله عليه وآله قد بدأ حملة التحشيد للاختصاص والأخذ بالثار ويرجع الحق إلى نصابه عبر قتال أبي بكر وعمر وعصابتهما الإنقلابية وبايعه أربعون رجلا على ذلك يعني الإمام ما ساكت عن النصرة على مود الخلافة وعلى مود منصبه وعلى مود الدين فاكتملت العد إلا أنه لم يفي منهم إلا أربعة فاضطر للعدول عن القتال فدعوا إنه صلى الله تعالى عليه وآله لم يحاول جهاد المجرمين الغاصبين باطله فآي الدعوة ما لتم فدعوة إنه صلى الله تعالى عليه وآله لم يحاول جهاد المجرمين الغاصبين باطله أما قعوده بعد ذلك فهو فيه معذور لأنه لم يجد أعوانا بعدة أربعين رجلا يكفون للقتال كما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك وهذا نظير قعود رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتال قريش قبل بدر رغم إجرامها بحق المسلمين زين النبي ليش ما قاتل غير أكو عدة وما ذلك إلا لأن العدة المطلوبة وهي ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا لم تكتمل وحين اكتملت أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله الجهاد بأمر الله تعالى فلا يقال ولماذا الأربعون إذ يقال إن الله تعالى هو من يحدد نحن لا يجي واحد غبي يقول لي ليش مأنا أربعين الله سبحانه وتعالى يؤمر أربعين الله يؤمر ثلاثمائة وثلاثة عشر وكما حدد عدة ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا شرطا لقتال قريش كذلك حدد عدة الأربعين رجلا لقتال أبي بكر وعمر لعنهم الله تعالى والمنافقين فإذا لم يتحقق الشرط سقط القتال ولهذا نضاعر كثيرا في سيرة الأنبياء والأوصياء صلى الله تعالى عليهم والله هو العالم العارب بالمصالح ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فليس لأحد الاعتراض على ما يحكم به سبحانه وتعالى وأما أنه لماذا لم يستخدم الإمام علي عليه السلام صلى الله تعالى عليه وآله قوته الإعجازية المدع فيه من قبل الله سبحانه وتعالى فيكتفي بنفسه في قتال أبي بكر وعمر لعنهم الله فالجواب سيجيك وعدك لك الإمام هو محتاج أربعين بابا هذا أمر أمر من الله ورسوله فجوابه إنه لم يؤذن له في ذلك وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لديه أضعاف تلك القوة الأجازية يعني النبي صلى الله عليه وآله أقوى من أمير المؤمنين بكثير ومع ذلك لم يستخدم هذه القوة في غزواته وحروبه وقاتل برجاله حتى خسر معركة أحد وكان صلى الله عليه وآله يكفيه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يزلزل الأرض تحت أقدام أعدائه فيستغني بذلك عن دعوة رجال أو رجاله إلى القتال وخيانتهم له بفرارهم معركة أحد وغيره لكنه لم يفعل ذلك إجمالا وما هذا إلا لأن الله تعالى أبى في مثل هذه الموارد إلا أن تجري الأمور بين أوليائه وأعدائه بحسب السياقات الطبيعية لا الإعجازية ليعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين وليعلم أيضا من يتخلف وينكث البيعة ولو إنه سبحانه وتعالى أذن للنبي أو وليه وأجر الإعجاز على يديه في مناجزة أعدائه على الدوام لبطل الامتحان الإلهي للبشر إذن كيف يختبر الناس ليرى وفاءهم بالعهد الذي عاهد الله عليه إذ لم يدعوا أو يدعوا إلى القتال فهذا ما صنعه أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله بأمر الله سبحانه وتعالى إنه دعا الناس إلى القتال انتصارا للحق والعدل وثارا لرسول الله صلى الله عليه وآله وبضعته الزكية صلى الله عليه وآله غير إن القوم خذلوا ولم يستجب منهم إلا أربع فماذا يفعل وليس مأذونا له أن يقاتل بنفسه وذلك أمر محرم عليه بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله إذن الأولوية شرعا عليه هي حفظ نفسه هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله ما يتصرف من تلقاء نفسه مستحيل أوامر إلهية أوامر من الرسول صلى الله عليه وآله ثم إن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يقتص ممن حاولوا قتله بنفر ناقته عن العقب مخاف أن يقال إن محمد لما ظفر بأصحاب صلى الله عليه وآله أخذ يقتلهم أو يقتلهم يقتلهم فكذلك فعل أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله لأن النبي وأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وكذا أهل البيت عليهم والسلام إنهم صلى الله عليه وآله إنهم يفدون بأرواحهم دين الله سبحانه وتعالى فيضحون ويصبرون ويصبرون على من ظلمهم إن لم تكتملوا العد انتظاراً لأمر الله وانتقامه وتقديماً للأهم على المهم هاي الأسباب ولو إن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله ناجز القوم القتال والحال فلا شك أنه يقدم الأول على الثاني غداءاً لدين الله تعالى وقرباناً إليه ذلك هو أبو الحسن صلى الله عليه وآله سيدي ومولاي الذي كان قادراً على أن ينتقم لكنه صبر وتلك هي خصال العظماء فإن تكون عاجزاً فتصبر فأنت معذور أما أن تكون قادراً فتصبر مراعاة لما هو أهم والتزاماً بالشرط ووفاء بالعهد فأنت حين ذاك تجل إجلالاً وترى بعين الإعظام والإكبار أحد الأشخاص وكثيراً ما نسمح هذا أشكل حول عدم قيام أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله بالقتال بهذه الآية الكريمة بقولي ألم يقول الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً سورة النساء 84 بعد البسملة فكان الجواب نجاوب على حاله وأما أستدلالك بالآية الكريمة فليس في محلي لأن الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وليس عاماً ولم يقل أحد من فقهاء الإسلام يسمون نفسهم فقهاء قط إنه يعم سائر الناس فيجب على الواحد أن يبرز للقتال جيش بأكمله يعني شون واحد يقدر يقاتل جيش بأكمله هذا أمر خاص من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وهو بعد مقيد بما يتحقق به التكليف لرسول الله صلى الله عليه وآله فإنه مثلاً لم يخرج للقتال في كثير في من سراياه ولم يخرج للقتال في حملة أسامة على الروم فإن قلت إن كان مريضاً فهو معذور قلنا كذلك أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله كان معذوراً بعله فقدان الشرط وكما سقط التكليف عن هناك عن النبي صلى الله عليه وآله سقط هاهنا عن الوصي صلى الله عليه وآله هذا إن تنزلنا وقلنا إن الآية في العموم لكنك عرفت إنها في الخصوص وقد قال إمامنا الصادق صلى الله عليه وآله إن الله كلف رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يكلف أحداً من خلقه كلفه أن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه إن لم يجد فئة قاتل معه ولم يكلف هذا أحداً من قبله ولا بعده وتلا هذه الآية التي ذكرناها قبل شويه المصدر كتاب الكافي الشريف للكليني الجزء الثامن صفحة 275 يجينا مثلاً سؤالي قل لك لماذا لم يقم الهاشميون بني هاشمس بقتل عمر بن الخطاب لعنه الله عينه هاجم أو هجم على بيت سيدة الزهراء صلى الله عليه وآله بخصوص كسر ضلع الزهراء صلى الله عليه وآله فلماذا لم يقوم الهاشميين هذه الأسئلة الدائماً نسمحها الجواب لم يمقى بين أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله من بني هاشم إلا رجلين جلفين جافين ذليلين حقيرين عاجزين وكان من الطلق وقريباء العهد بكفر وهما عمه العباس وأخي عقيل يعني ذول جابوهم أسرم معركة بدر وذولي أسلموا بعدين عن محمد بن يحيا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سدير الصيرفي قال كنا عند أبي جعفر صلى الله عليهما الإمام البقر فذكرنا ما أحدث الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وآله واستذلالهم أمير المؤمنين حاشا صلى الله عليه وآله فقال رجل من القوم أصلحك الله فأين كان عز بني هاشم وما كانوا فيه من العدد فقال الإمام الباقر صلى الله عليه ومن كان بقي من بني هاشم إنما كان جعفر وحمزة فنضي وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا أهد بالإسلام عباس وعقيل أو العباس وعقيل وكان من الطلقاء أما والله لو إن حمزة وجعفر كان بحضرتهما ما وصل إلى ما وصل إليه ولو كان شاهديهما لأكلفا نفسيهما يعني دفاعهم عن أمير المؤمنين وعن الزهراء صلى الله عليهما بأنفسهم كانوا يدفعون المصدر كتاب الكافي جزء الثامن صفحة 189 و190 حسب الطبع كما روي في كتاب سليم بن قيس الهلالي ثم حملت السيدة فاطمة وأخذت بيد ابنيها الحسن والحسين صلى الله عليهما جميعا فلم فلم الدعاء أحد من أهل بدر وأهل السابقة من المهاجرين والأنصار إلا ناشدتهم فما دعت يعني ما خلت واحد في حقها ودعوتهم إلى نصرتها فلم يستجب لي من جميع الناس إلا أربعة رهوط سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير ولم يكن معي يقول أمير المؤمنين وزارة صلى الله عليهما معي أحدا من أهل بيتي أصول به ولا أقوا به أما حمزة فقتل يوم آه وأما جحفر فقتل يوم موته وبقيت بين جلفين جافين ذليلين حقيرين عاجزين العباسة وعقيل وكان قريبي العهد بكفر المصدر كتاب سليم بن قيس صفحة 216 حسب الطبعة أما بخصوص أصحابه فإن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله قد ناشدهم الله حقه ودعاهم إلى نصرته فلم يستجب منهم إلا أربعة رجال فقط وهم سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير ابن العوام فقد روي عن سلمان المحمدي وضوان الله تعالى عليه فلما كان الليل حمل أمير المؤمنين الرواية اللي قلناها وروي أيضا أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله قال لأبي بكر وعمر عليهم لعائن الله أما والله لو إن أولاك الأربعين رجلا الذين بايعوني وفولي لجاهدتكم في الله المصدر كتاب سليم بن قيس الهلالي هاي الأحداث كلها اللي صارت على أمير المؤمنين وكانت الوصية هي التي قيدت أمير المؤمنين وصية هي اللي قيدته ما حد قيدته قيدته وصية وصية رسول الله عندك أربعين رجول قاتلهم ما عندك تصبر هذا الموضوع لو يصير ويواحد من عدن مستحيل واحد يطبون على بيته ويسكت لو ممصيك النبي لو الله سبحانه وتعالى ممصيك كان الأمور طبيعية لا أسكت ولا هاي ولعب بهم لعب وا 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 لكن أمير المؤمنين هذا أمير المؤمنين المعصوم مو إحنا إحنا وين إحنا إحنا كارثة المنتحشي والمنسوري ما أكو فائدة بالكلام يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله حرم الجنة على من ظلم أهل بيتي أو قاتلهم أو أغار عليهم أو سبهم يقول إن الله حرم الجنة كارثة كارثة يعني هاي لحاديث يعني السابو بكر وعمر هجموا على الدار حفصوا عائشة قتل النبي عائشة قاتلة أمير المؤمنين يعني شوف أخرج البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك على الصحيحين إن رسول الله صلى الله وسلم أدن صلى الله عليه وآله كان يمر بباب فاطمة صلى الله عليه وآله ومكاتبين رضي الله عنها ستة أشهر ستة شهر قبل لا يستشد يمر على باب فاطمة صلى الله عليه وآله إذا خرج لصلاة الصبح يقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا ستة أشهر يومية بصلاة الصبح يجي يوقف ين باب الزهراء ويقول الصلاة الصلاة يا أهل البيت يعني جاي يقول للناس هم ذوي أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا وين المنتح شيء المنتح المنتح هاي الناس حسبها لأمير المؤمنين قعد ما نصر الزهراء وما حاول وما سوه وما جاب وما خله من باب شنو يعني من باب ضعوف مستحيل من باب جبن حاشا لكن الوصية قيدته نرجع للرواية في كتاب الاحتجاج للطفرسي ثم قيل للزبير بايع الآن فعبى ووثب عليه عمر لعنه الله وخالد بن الوليد لعنه الله والمغيرة بن شعبة في أناس لعنهم الله فانتزعوا سيفه من يده فضربوا به الأرض حتى كسر السيف فقال الزبير وعمر على صدره ذبوا بالقاء وصعدوا على صدره وعمر على صدره قال له يا ابن صهاك أما والله لو إن سيفي في يدي لحت عني ثم بايع بالقوة قال سلمان ثم أخذوني فوجأوا عنقي يعني داسوا رقبة سلمان بأرجلهم حتى تركوها مثل السلعة يعني حتى صار بها أثر ثم فتلوا ثم فتلوا يدي يعني شدوا يديه فبايع فباعت مكره ثم بايع أبو ذر مكره والمقداد مكرهين جميعا وما من الأمة أحد بايع مكره غير علي وأربعتنا إحنا ذول الأربعة بايعنا وأمير المؤمنين خلوا إيدهم على إيده وقالوا لأ أخذنا البيعة هذا الحديث كل اللي صار وهناك أشياء صارت بالدار وشون ضربوا الزهراء وشون عصروها بالباب وشون المسمار دخل بصدرها وشلون نزل الدم من عدها وأمور كثيرة أمور كثيرة نجي بالحلقات القادمة إن شاء الله نكمل الأمور اللي صارت بعد ذلك نكمل إن شاء الله الحديث وعدنا أشياء كثيرة نتكلم بيها غير موضوع الهجوم على الدار غير هذا الموضوع أمور كثيرة إن شاء الله نتكلم بيها لكن أنتم خلوا ببالكم بأن أمير المؤمنين لم يكن عاجز ولم يكن صابر إلا من أجل الدين مو من أجل شيء ثاني مو من أجل واحد يقل لك سكت لو خاف لو لا هو الهجوم ما صار هجي لو 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 يقول يحدثنا سليم بن قيس يقول انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيها إلا هاشمين يعني جلوس كلهم هاشميون غير سلمان وأبا ذر والمقداد ومحمد بن أبي بكر وعمر ابن أبي سلمة وقيس بن سعد بن عبادة أو عبادة وقال العباس بن عبد المطلب عم النبي لعلي صلى الله عليه وآله ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله غرامات شان يأخذ بهم بخلافته يغرم الناس يأخذ منهم ضرائب يعني فنظر أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله إلى من حوله ثم غرورقت عيناه بالدموع ثم قال شكر له أي شكر لقنفذ ضربة ضربها لفاطمة بالصوت صلى الله عليه وآله وآله فماتت صلى الله عليه وفي عضدها أثره كأنه الدملج أو الدملج ثم قال أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله العجب العجب مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل يشير إلى عمر لعنة الله تعالى عليه وصاحبه من قبله أبو بكر لعنة الله والتسليم له في كل شيء أحدثه لأن كان عماله خونة وكان هذا المال في أيديهم خيانة ما حل له تركه وكان له أن يأخذه كله فإنه فيء المسلمين فما له يأخذ نصفه ويترك نصفه ولأن كانوا غير خونة فما حل له أن يأخذ موالهم ولا شيء منهم قليلا ولا كثيرا وإنما أخذ أنصافها ولو كانت الأموال في أيديهم خيانة ثم لم يقروا بها أي لم يقروا بالخيانة ولم تقم عليهم البينة ما حل لهم أن يأخذوا أو أن يأخذ منهم قليلا ولا كثيرا وأعجب من ذلك إعادته إياهم أي عماله الخونة إلى أعمالهم لأن كانوا خونة ما حل له أن يستعملهم ولأن كانوا غير خونة ما حلت له أموالهم ثم أقبل أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله على القوم فقال العجب لقوم يرون سنة نبيهم تتبدل وتتغير شيئا فشيئا وبابا بابا ثم يرضون ولا ينكرون بل يغضبون له أي يغضبون لعمر ويعتبون على من عاب عليه وأنكره فأنك تهجي على عمر كله يصير ضدك ثم يجيء قوم بعدنا فيتبعون بدعته وجوره وأحداثه ويتخذون أحداثه سنة ودين يتقربون بهما إلى الله سبحانه وتعالى هذا كتاب سليم بن قيس لعنة الله على الظالمين هذا وآخر الكلام الصلاة على محمد النبي المختار وآل بيته طيبين الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر